السلام عليكم معكم قناة عزي نوديك 97 كما تعلمون لتعليم ربما جميع مستويات اللغة الإنجليزية طبعا فيما سبق لم أكمل درس المتعلق بالنحو وأساسا irregular verbs وطرق استعمال طبعا كنت أدلكم دائما على حفظها عن ظهر القلب شكرا جزيلا وطرق استعمال وطرق استعمال أحب أن تكون حفظاً وطرق استعمال وطرق استعمال وطرق استعمال الآن سوف أقوم بالنسبة للمتعلق كما ترى ف ينبع ف ف فلن الثلاث مع واحدة من المتعلق وطرق نحو في المتعلق في المتعلق طبعاً. الآن يوجد هناك لا يسمى الوليم لأنه يسمى الوليم لا يسمى الوليم لأنه يتحدث هذا هو ما لا تختاره طبعاً المستطلع لي هذا هو المسلم الأمر يتحدث فيه هنا. أجل أنه يحسن لأنه يتحدث بأنه يتحدث بشكل مهما أحد الأكنا غريبا الثاني أجل أنه يتحدث إذا نستطيع تغير غريباً أعلم أنه يتحدث أنه يتحدث في المحارات وأنه يتحدث عندما يتحدث كان يكذب أعلام أبعال عندما يتحدث فأنت تخلص لأنه يتحدث الثاني ثلاثة أنا لا أسعى لأن المنطقة التي أعطيتني لا أسعى لأن الأجان الضبوش أو الفلوس الذي أعطني طبعاً الولد دي الأب الذي أعطني مكانتش كافية وليس كافية وليس كافية ثلاثة في الماضي هو اللي ستضع هنا لأن لأن لديكم فراغات وأعطيكم واحدة لائحة طبعاً ثلاثة ثلاثة فعلت منطقية كتبها لي قد أفعل أفعل أفل أباً قبل أن أتي منطقة تقريباً للتمرين قبل أن يحول والدي من العمل أو يأتي من العمل ثلاثة كما تجد حينما وجدت إميل لأن إميل لأن إميل أخذت مضي أخذت لأن منطقت أجل المترجم ، أخبرنا ، أنه لم يذهب إلى المعبوب ، يجب أن يذهب إلى المعبوب ، أهاب ، وعندما أخبرنا ، أخبرنا ، أجل ، فى الطبيب التفصل يعطي كلمة العملية كما يسمى كلمة العديد يعطيك العديد من المشيئ لأنه مجمع الخارج على الإداء كما لدينا إشارة لك كما تقول بإينة لدينا مرد عادت سنة أولا بكالوريا فهذا أول مرجع لكم تستخدم سفحة ربما سفحة سعود this page 8 and 9 I think yes 8 and 9 page these are the pages of the book yes now I do the reading India is a melting pot a melting pot of different faiths and religion a wide area a wide range of different the diverse the diverse culture made of many of different at the same time shared by many cultures within this culture the diverse culture of India makes makes it the most unique country in the world customs and rituals are an integral part of the Indian way of life واحد الجزء لا يتزأ من نمط الحياة دي الهنور these customs and rituals هذه العادات والطقوص yes of India are what attract tourists to the country هما الأشياء التي تجرب أنبار السياح إلى البل لنمر إلى فقرة ثانية هذه الفقرة الأولى طبعاً سألنا مع الفقرة الأولى هذه نمبر واحد دبعاً دوزون نمبر ايزا نمبر ايزا الانديان لديهم بعض بمعنى بمعنى customs and traditions العراف والتقاليد الكوتوم التخادسيون حيث من الوريد ، منذ الولاة ، يوجد فقط تحدث. يوجد فرصة ، نحن لديها ، طويلة ، فقم ، أنه لا يوجد فرصة محطة. فلضت محطة محطة. محطة 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 ومحطة. قلت كتب بقية جدا. محطة 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 جيدة ومحطة. يعني الضماء ومهي إلها جداً هذا هو المعنى ذي الالابرات فسوش عندكم؟ لو أنتم كبرتوا في المغلقين معي حيث مصطلحات أو مهما ليس نصص لك القرى فبعد ذلك سرمونية المرسم لديه الالابرات سرمونية مباشرة بعد الولادة أو الولادة الطفل لديه الالابرات سرمونية لتسمع الالابرات عندما نتحدث بالأخير بالأخير للأخير من أعنى السبب وستنظر نحن نحن نهارة لديه الالابرات للأخير بالنهاد للمرس والأخير وسلؤاد معنى لترى هاينز الوشودات والأناشيب السلوكس سوف نشرحه الحفالات الزفاف عام الخير عام الخير امريأة العام الخير والضوطة نعم ، عام الخير لذلك ، لذلك ، لهذه الطقوس والعادة بالثالثة العديد من الأجانب يأتون إلى الهند لأجل الزواج بالطريقة الهندية رجستان هو المكان الأكثر شهرة وشعبية لعقد قران لعائلات ملكية في الهند حتى الزواج يقوم بالطاقوس بالطاقوس بعد أي شخص أين كان لديه شخص هنا بعد واحد يموت لعائلات ملكية يعني لعائلات ملكية أعزائي كانت منع أن شرحت التكست ونكمل في القراءة الثالثة على ترسل التكست لعائلات ملكية يعني كيف يقول لتور يعني تور سياحية أو تتعلق بلتور وطواف يعني تور سياحية ترجمة تور يعني تور لعائلات ملكية لإنديا يعني الجبابة والرائعة والمبهرة لعائلات ملكية لعائلات ملكية وإنديا لعائلات ملكية لعائلات ملكية ترجمة ملكية مختلفة التي يتبعها هؤلاء الناس يتبعها من الناس يتبعون هيا 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 على محاولة هيا على محاولة تعال إلى رحلة رائعة إلى بلد معتقدات مختلفة ومحاولة ومحاولة ثقافة فريدة أبدأ أسأل أسأل أفضل العنوان فهذا رقم جوش Customs and rituals in India B Find words أذكر الكلمات التي لها نفس المعنى that have the same meaning as the following يعني as the following words يعني مثل هذه الكلمة التالية The not wide variety فparagraph number one هي Milton Poth فبحث تلقيت بأن Milton Poth هو يعني shared a country a place or a situation واحد لها situation ولا واحد المكان الذي يكون في shared of different and diverse cultures at the same time بحل مثلا الولايات المتحدة الأمريكية فنعتبرو من Milton Poth تهي فيها تقافات الهولد الحمر الهسپانيكس العرش اللي كانوا يتحقروا بذلك الهولد الحرب الكوحن طب يتحق نغرو okay so this yes so many stories have been made about this and the civil war حسنا الاشنط الحرب الاهليا في شام بالشام الوشروب هنا ما ذلك ماشي هذا أول وقت I'm my concern is to try to tell you that this is the the word that have the same meaning like in here okay white variety يعني حجم كبير أو هائل مجموعة من طبيعتها متنوعة وشاسعة famous كان عرفه famous ومشهور سلاب مشهور ولكن حسب التكست هي popular لأن هذا هو المكان رجستان means the place that is the most popular for popular means all those who it ends know that place هذا هو اللقيت معنى دياله number three dies they not passes away هي ضايز هي passes away إيجبنا من التكست هاي عندكم من التكست من التكست هي لك تعنيها ضايز رانتكون في الصحة number four the only one of its kind الوحيد من نوع يعني ثانيد unique unique هو let's go to see the text is probably an accept ووحد نسخة an extra duqua an accept from of course a tourist guy شال الكلمات كثير نال التوريزم دجا هنا بيانسور yes okay I said here ceremony now this is taking heritage tour taking a heritage tour يعني واحد ضورا أو إليم to india is one of the best way to know about fascinated here come on on a fascinating journey دعوالي طبيعة الحل السوية هناك نحن foreigners okay foreigners where is that yes many foreigners بسابت أجاني بكي يجيو yes okay تين واحد كيورد واحد كلمة مفتاح طبعا لكاثر على التوريزم هي هاتي okay الجملة هاتي وستو خصوص and very especially this word okay of india these customs and rituals of india are what attract tourists to the country or text is a tourist guide يعني دليل أو مرشد سيلاح يأكسرون number three ولكن ما تنسوش القاناة ديالي اشتركوا فيها طبيعة حين كنتم لأني عند حسن داني لكم دعوالي I hope that I could answer and I could provide you with key answers of all that concerns all the parts and all the components that the book and very particularly this unit our cultural heritage and thanks once more for your attention but please don't forget to subscribe on my channel as you can see on the right at the bottom bottom has Dineduc99 ok so see you next time